بعد خمس سنوات من النقاش مسودة قانون الأعلام الجديد باتت جاهزة للمناقشة والتصديق في مجلس النواب ألحقت بعض وسائل الأعلام بقانون الأعلام من دون وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الإلكتروني اللي لها طابع مهني فاعتبرنا ها هي وسائل الإعلام لأنه حطينا بند أساسي بالتعريفات أن المقصود بالوسيلة الإعلامية هي تلك التي تبث للجمهور العام أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي وسائل تعبير شخصية منحكي موقع إلكتروني اللي عم تعملوا التلفزيونات الصحف بعض المواقع المعروفة مواقع الإخبارية مثلا الموجودة وضعنا بنود ملزمة لها علاقة بكيفية إجراء استطلاعات الرأي وعلى أي أسس بحيث هذا الموضوع بعالج لنا مشكلة كبيرة كانت محل فراغ أنوني بالبلد لا يسجن الأعلامي ولا السحفي إلا إذا مستبرئيس الجمهورية وألغينا السجن على الرأي وأبقينا على الغرامات وبعتبر أن هذا تطور كبير بالأوانين عدلت التخيص وأعطيه المجلس الوطني للإعلام صلاحية واسعة ومطلقة نحن أخرجنا بهذا الاقتراح الإعلام المرئي والمسموع من وصاية السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء وقدمنا اقتراح يتعلق بصلاحيات كاملة للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي هو يمنح الترخيص الذي هو يراقب وسائل الإعلام الذي يصبح هو المرجعية الكاملة للمرئي والمسموع ما بيعود في عنا مجلس وزراء هو يتعاطى مع الإعلام المرئي والمسموع هل فينا نعطي صلاحيات لمجلس وطني للإعلام؟ هل قد هو عنده مشاكل؟ نحن نحكي عن مجلس وطني ينشأ بناء على القانون الجديد بالصحافة كان في مرسوم من الخمسينات يحدد عدد الصحف السياسية اليومية والإسبوعية بحدود 110 وهي امتيازات لأصحاب هذه الصحف ما في حدا يصدر صحيفة إلا ما يشتري امتياز من هذه الامتيازات نحن خرجنا من هذه الحصرية ومن هذا الاحتكار وأطلقنا حرية إصدار المطبوعات طبعا عملنا شوية ضوابط حطينا بعض الرسوم الرسم المقترح للصحيفة اليومية هو 300 مليون ليرة لبنانية لم يرحظ القانون حقوه الجسم الإعلامي كأفهد على أن يعمل على قانون خاص به ما يتعلق بتنظيم عمل الإعلاميين من خلال النقابة هذا لنا مشروع منفصل وهذا أمر طبيعي أن يكون في عنا شيء ينظم وسائل الإعلام وشيء ينظم عمل العاملين في وسائل الإعلاميين هذا سيكون بأمون تاني أكيد طلبنا من النقابات تقدم لنا اقتراحاتها مسودة القانون التي حملت بعض التعديلات المهمة لم تزل العقابات الأساسية المتمثلة في النقابة والمجلس الوطني للإعلام الذين لا يلبيان تطلعات الوسائل ولا الجسم الصحفي كما هو الوضع اليوم إضافة إلى الإبقاء على وزارة الإعلام التي ألغيت في معظم الدول يمنى فواز قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر